طب إيه الحاجات اللي بتقابلكوا التحديات اللي بتقابلكوا أو إيه المشاكل اللي ممكن تكون بتقابلكوا كان في البداية التحديات اللي بتقابلنا إن إحنا علشان إنت الكتب لازم يكون معنا حقوق نشر الكتب دي فكان أول تحدي بالنسبة لنا عنروح نوقع اتفقيات نشر مع دور النشر الموجودة علشان نبدأ نحول كتابة مسموعة وكان ده ساعتها مش موجود ما حدش فهم يعني قدي بوكت العرض أخر بالزبط إنه 2016 كان ورازي مفيش أعديننا العقبة دي العقبة اللي بعدها طريقة إنتاج الكتب لازم يبقوا زي ما أنت قلتين لازم يكون الناس عندهم صوت في كرازمة في نوع من الانجاجمنت مع الكتاب بجانب اللغة العربية ناسبية أن تكون زي ناس اللي بتعمل دوبلاج للأفلام العربي حالياً لو تركيب الصوت على الصورة آه بالزبط آه إنتوا عملتوا ده بالنسبة للناس الغير قادرين على القراءة ماذا كده؟ عملنا ده في البداية زي ما قلت لك للأطفال بعدين نجينا نعمم الموضوع بشكل كبير قوي لقينا في شقين الكتاب ده الكتاب صوتي هيفيدهم بشكل كبير وأخذنا دي مسؤولية مجتمعية تجاهنا قالوا هما زوجهم البصرية بجانب الأميين اللي هما أصلا ما بيعرفوش يقروا أنا أريد أقول لك وحتى المثقفين دلوقتي حتى ده بقى بالنسبة للناس اللي بتقرأ كتب بقى بدل ما يوعد يسمع مزيكا هو بيلعب رياضة بقى ممكن يوعد يسمع كتاب دي بقى الشريحة التالت لك نكتشفها اه يعني بقى شيء كمان مفيد لكله دي بقى شريحة تانية جديدة خالص اكتشفناها وده ببقى عمل تطوعي ولا أنت؟ لا مش عمل تطوعي العمل التطوعي تحديدا في الأوديو بروداكشن المنتج النهائي ما بتبقاش زي ما احنا عايزين لأننا حطيني ستاندرد أعلى كواليتي في الانجاجمنت وفي اللغة والانجاجمنت اللي هو الأداء وفي اللغة وعشان نعرف في ناس الأداء واللغة بجانب المحتوى أيوة فالمحتوى مش مجاني المحتوى أنا أصلا بتعقد مع دول النشر أيوة اتفئيات وليهم هو نشر طمع فالموضوع ما بيعوش تطوعي لأن الموضوع كله مدفوع مدفوع طيب والقصة بتبقى بأداء ولا بتبقوا فيها مزيكة وكده ولا بتكون كعين يبقى أرى كتاب وفقا نوع الكتاب يعني لو جلنا تكلمنا على كتاب زي ما أستاذ شريف قال مصطفى محمود لا هو كتاب حد بيقرأ الكتاب بشكل رسمي جدا وفي نفس الوقت قادر يوصل المشاعر اللي كتب بها الكتاب